نروح لنشرة أخبار الكرة العربية النهاردة نبدأ بالدوري السعودي يلا بينا النصر لا يتنافسان على ضم المدافع الأسباني إمريك لابورت لا مانشستر سيتي في الصيف الحالي نادي الإنجليزي طالب الحصول على 35 مليون يورو للموافقة على بيع لابورت لأي من الناديين وباريسان جرمان بيرفض عرض بقيمة 45 مليون يورو من الهلال للتعاكد مع ماركو فيراتي واشترط الحصول على 70 مليون يورو للموافقة على بيع اللعب في الدوري السعودي أيضا هلال يستعد للتحرك بشكل رسمي من أجل التعاكد مع البرازيلي نيمار بعد إعلانه الرحيل عن باريسان جرمان في الصيف الحالي كانوا عايزين مبابيه مفيش مبابيه فراحوا لنيمار الدوري المغربي الوداد المغربي بيفتح الباب أمام رحيل زهير المترجي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بسبب عدم قناعة المدير الفني بقدراته السعودي المترجي من اللعب المهمين جدا لعب قويس جدا جدا يعني